إذن كما ذكرنا موضوع اليوم للنقاش مع ضيف ناسا نتناول فيه استراتيجية تعزيز المواقع وأفاق تحالفات سياسية جديدة على ضوء انتخابات مكاتب الغرف المهنية وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري سيدريس مرحبا بك أهلا وسهلا يعني سيدريس برأيكم كيف كانت ردود أفعال الأحزاب السياسية بعد إعلان نتائج الغرف المهنية ليوم الجمعة للسابع من غشت الجاري بصفة عامة كانت ردود فعل جميع الفاعلين السياسيين وربما أغلب الفاعلين السياسيين إيجابية بحيث قبلت بالنتائج في عموميتها ولم يسجل بشكل قانوني سوى حوالي 46 أو 40 شكاية طعن وهذا أمر بيعني بأن الأمور كانت خافتة وكانت عابرة في حين أن ما سجل بشكل أقوى وواضح هو انشراح بعض الأطراف وانتشاء أطراف أخرى وتتبيت وتزكية أطراف أخرى لنتائجها وهذا يعد إيجابيا وتزكية عمومية وتقة من أغلب الفاعلين في هذه المرحلة من الانتخابات التي هي مرحلة إجراء انتخابات الغرف المهنية وهذا إيجابي للمصار استحقاقات في رمتها والاسترجاع التقة في التقافة السياسية المغرفة في النصق السياسي كله يعني هذا بشكل عام فيما يتعلق بردود فعل الأحزاب السياسية يعني الملاحظ كذلك أستاذ دريس أن أغلب الأحزاب شرعت أيضا في تحالفات سياسية للفوز برئاسة الغرف ما هي برأيك الدلالات السياسية لهذه التحالفات؟ بطبيعة الحال بعد كل انتخابات تكون هناك تحالفات لأن الهدف هو ملء المجالس والرئاسات وتفويد الصلاحيات لإدارة هذه الغرف بأحسن مسؤولية فإذا هناك تبدأ التحالفات ولكن هناك ملاحظات بخصوص هذه التحالفات أولا كل الكل يعمل ويطمح جاهدا على تعزيز مواقعه وتقوية هذه المواقع أي كانت في هذه الغرف على اعتبارها أنها تشكل بنية تحتية للاستحقاقات المقبلة سواء الجماعية أو الاستحقاقات التشريعية والملاحظة الكبرى هو أن هناك اختلاف كبير بين المعارضة وبين الأغلبية بحيث تجهت أحزاب الأغلبية إلى تتمين ما سمته بالنفس الانتخابي في جميع الاستحقاقات اعتبرت ما حصلت عليه بأنه أمور إيجابية وفيه نفس مقاعد إيجابية لها وعملت وطنيا على تزقية هذا النفس وتعميمه وطني في حين أغلب أحزاب المعارضة لم يسجل هذا التحالف الوطني وإنما سجلت تحالفات وطنية على سبيل جهة ماسا سوس وبالتالي هناك تحالفات في الغالب ليست وطنية وإنما محلية وجهوية وظرفية بالنسبة للمعارضة في حين الأغلبية تحالفات وطنية وحسب الأولويات إذا ما كان هناك إمكانية للفوز بين الأغلبية فيما بينها فهي تشكل تحالف منفرد ولكن إذا ما كانت هناك إمكانية لعدم الفوز بمقعد وإمكانية للتحالف مع الطرف من أطراف المعارضة فالباب مفتوح لتتحالف معه إذن في مجمال يمكن أن نقول بأن التحالفات مفتوحة في جميع الاتجاهات وبكل الإمكانيات في تجاه الأغلبية والمعارضة وبالتالي تشابك التحالفات وليس هناك استفافات كما كان في السابق طيب يعني أستاذ ريس سنبقى دائما نتحدث في سياق هذه التحالفات هل يعني أن التحالفات الحالية تحمل في طياتها ربما تحولات جديدة في خريطة الاستفافات الحالية بين الأغلبية والمعارضة حين نتحدث بأن التحالفات مفتوحة وهذا أشارت إليه وسائل الإعلام فيعني هذا أنه قد تكون هناك انزياحات في الاستفافات من هذا الموقع وهذا الطرف وهذه الجهة إلى ذلك الطرف الآخر أي من الأغلبية إلى المعارضة أو من المعارضة إلى الأغلبية وفي حسب المعطيات ربما من المعارضة إلى الأغلبية الحالية يكاد يكون هناك لأن الأغلبية توحد عملها وطنيا وكل عمل يكون منفرد هناك في استشارات مع الجهات المعنية وطنيا في حين المعارضة هذا لم يسجل لديها إذن هناك إمكانيات لانفتاح الأغلبية على المعارضة ولانفتاح أطراف من المعارضة على الأغلبية وبالتالي تكون هناك استفافات جديدة في المستقبل وربما يكون استفافات وتحولات من خلال أكبر الأحزاب وأقوى الأحزاب المرشحين ليتحول نحو الأغلبية طيب إذا ما تأكد هذا السيناريو إذا ما صدق هذا السيناريو السيناريو متعلق بالتحولات الجديدة في خريطة الاستفافات الحالية بين الأغلبية والمعارضة كيف سيكون تأثير ذلك على الأداء السياسي للفاعلين الحزبين؟ نسجل الآن بهذا التحول هو لا يعد إلا الخطوة والعتبة الأولى في مصاري وصيرورة التحالفات التي لن تنتهي إلا مع استحقاقات شريعية ولن تبرز معالمها الأساسية والاستراتيجية إلا مع انتخابات شريعية وليس انتخابات المحلية ربما انتخابات المحلية ستعطينا خطوة تانية في هذا السيناريو بالنسبة للحقل السياسي والتأثير أنه سيكون إيجابي في نظري لماذا؟ لأن الفترة السابقة عانى الحقل السياسي من تقافة صراعات العدائية وليس المنافسة البناءة وهذه الصراعات العدائية كانت تنعكي السلبان تنعكي السلبان وكانت من أجل الإقصاء ومن أجل التغالب ومن أجل نفي طرف لطرف آخر ولكن لاحظنا بأن هذه وثم كانت مرجعيتها إيديولوجية ما بين حداتي وما بين إسلامي أو محافظ وكانت أيضا تشمل التنظيم كله ما بين هذا الحزب برمته وذلك الحزب برمته اليوم لاحظنا بأن هناك تحولت إلى مجرد ملاسنات من مجادلة وصراع عدائي إلى مجرد ملاسنة بين أشخاص شخص في هذا الحزب وشخص في ذلك الحزب وملاسنات وليس صراع عدائي وهذا إيجابي ربما غدا سنتحول إلى المداولة النقاشات النقاشات وتكون بخصوصها مداولات حول ماذا يمكن أن تقدمه أنت وأن أقدمه أنا من أجل الشيء الإيجابي ومن أجل الشيء السلبي وربما ننتقل إلى مناظرة حقيقية يخفت فيها الصراع والعداء وتتقوى فيها المنفعة وهذا إيجابي وسيخفت صوت الصراع وسيتم عقلنات المشهد ربما في الاستحقاقات المقبلة وفي الفترة ما بعد الاستحقاقات إذن كان هناك ربما إيجابية في ألداء السياسي الفعالين الحزبيين من منوشات عدائية إلى ملاسنات أظن أنه نعم إلى مجرد ملاسنات وبين أشخاص وليس بين أحزاب أظن أنه هذا ما سيكون بالنسبة للمشهد السياسي المغربي مستقبلا إيجابي لتفادي هذه المرحلة وسننتقل كما قلت من العداء إلى العقلنا وهذا هو الأمر الإيجابي وربما سنصل إلى مرحلة الاعتراف المتبادل ما بين أطراف كبرى في المشهد السياسي المغربي وستكون الصراع ليس من حيث الإيديولوجيا والمرجعية ولكن من حيث البرامج والعمل طيب يعني إمكانية نجاح هذا السيناريو فيما يتعلق بمواقف بعض الأحزاب من بعضها بعض طيلة الفترة التشريعية المقبلة أو الحالية عفوا لابد أن نكون متفائلين بأنه في السياسة هناك أخلاق بطبيعة الحال ولكن هناك حدود لهذه الأخلاق وتمرس بشكل الإيجابي إذا ما عدنا إلى التاريخ المغربي سنجد هناك أمثلة ومؤشرات كثيرة مثلا الكتلة حين تأسست في التسعينيات أن هذه الكتلة قامت على حزبين أساسيين وطنيين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال الذي شكل صراعا في مرحلة الاستقلال الوطني في الخمسينيات في المغرب ثم في التسعينيات أيضا كانت هناك بداية لتصالحات بالنسبة لحكومة أيضا السيد اليوسفي كان هناك أحزاب من اليمين أحزاب تعد إدارية مع أحزاب يسارية بالنسبة لحكومة أيضا الحكومة الحالية نجد حزب من الشيوعي مع حزب إسلامي ثم الحكومة الثانية دخلها حزب الأحرار بكل ما كان من جريح في شخص رئيسي هذا الحزب ودخلها الحكومة الثانية باسم المصلحة العامة وتونوسية كل مشكل وكل جريح وأصبحت المصلحة العامة هي الصالحية الآن عندنا كذلك في هذه الانتخابات انتخابات المأجورين هناك ترشح عضو من حزب معين من البطام في البرلمان على رأس لائحة النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية وهذا شيء إيجابي إذن في المرحلة المقبلة مسألة اللاءات ومسألة الخطوط الحمراء ستزاح وبالتالي مسألة العداء ستنزاح وسيكون هناك مسألة تقارب بين الجميع ولا سيما الأغلبية الحالية بحزب من الأحزاب في المعارضة بطبيعة الحال وأظن أن الحزب الأقوى وهو حزب البطام يعني بكلمة باختصار المرحلة المقبلة تحمل بوادر مشجعة نعم المرحلة المقبلة تحمل بوادر مشجعة من حيث إعادة هيكلة الخريطة السياسية ونتمنى أن تكون كذلك شفافة ونزيهة ومتخلقة على مستوى الصوت في الجماعات وعلى مستوى الشريع وهذا ما نتمنى كذلك نحن بدورنا أستاذ المحلل السياسي إدريس حصوري شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات ولحضورك معنا اليوم بارك